السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي زوجة وأرادت وأردت أن أتزوج مرة أخرى علما بأنني مستطيع الحمد لله لكن الزوجة الأولى لم ترضى بذلك ودائما تقول أني لو وجدتها لأقتلها ما علي أن أفعل وشكرا فالسؤال واضح أول حاجة جماعة الزواج من المرأة الأولى والزواج من الثانية والثالثة والرابعة ددين شرع وربنا سبحانه وتعالى شرعه من السماء قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا طيب ربنا سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا طيب فربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أباح للرجال إنه يتزوجوا وحدة واثنين وثلاثة وأربعة لكن بشرط إنك تعدل تكون عادل والعدل أن تعدل في النفقة وأن تعدل في المبيت أما العدل في النفقة هو عدل وليس مساواة في فرق بين العدل والمساواة لأنه ما سألنا عندك مرتين واحدة عندها شافع واحد واحدة عندها سبعة أطفال هل النفقة للأولى بيكون نفسي النفقة التي للثانية لا ديك بتكون أكتر بحسب كثرة العيال العندة والأطفال يدعونه فرغم إنه الثانية دي بيكون أكتر نفقاتها لأنه عند عيال كتار أكتر من الأولى لكن دي اسم عدل اسم عدل شفت كيف فالعدل يكون في النفقة ويكون في المبيت أما الزول الماء والمبيت يعني بيت هنا ليلة زي ما قال ابن حجر تبيتنا ليلة بيت هنا ليلتين تبيت ليلتين بيت أربعة عملت أربعة ليالي أربعة ليالي شهر شهر شهرين شهرين واستحب بعض العلماء إنك ما تغيب من النساء أكتر من أربعة شهور فالعدل يكون بهذا المفهوم في النفقة وفي المبيت الزولة الماء بيقدر يعدل خايف إنه يعدل ربنا سبحانه وتعالى برضو واسع له ما ألزموا إنه لازم يعدد ويزوج اثنين وثلاثة وأربعة ربنا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ما في مشكلة ما في مشكلة لكن كمان جماعة المجتمع الآن بيحارب التعدد زي سؤال السائل ده وعن زوجته ده محاربة للتعدد وده كلام باطل ما يحق ليه تقتل ولا يحق ليه تمعد شعره ولا يحق ليه حتى تشتو مساكن بل خليش يتيمة حتى لو كلام ما طيب ما تقوله فيها أيا كان نوع ولو كان بسبب الغيرة كلام تكلمت الأولى في الثانية كلام باطل أو دخل في الغيبة أو النميمة ده حرام لشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرق لتستفرق صحفتها فإن لها ما قدر لها ما هو بعض النسوان بيفتكر لأن الراجل ده لو اززوج وحدة تانية الرزق بتاع بينقص الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن لها شنو ما قدر لها كل وحدة ربنا كاتب لا رزق بتاكله وما في وحدة تانية بتجي بتاكل رزق الأولى إنما رزق التانية هو رزقه ورزق الأولى هو رزق الأولى وهكذا فالنسوان لو فيه من الفهم ده ما بحربا مسألة أنزلها الله من السماء أما مسألة الغيرة الغيرة فطرة موجودة في النساء فطرة موجودة في النساء حتى كانت موجودة في خيار النساء لكن بشرط إن الغيرة دي تهذب وترشد بالدين يعني ما تقول لنا بقتلها لو لا قيتها دي ما غيرها دي غارة دي حرب عديل وده حرام كيف يعني تقتلها دي زوجة لهذا الرجل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنت كذلك خلاص فده كل جمع أمور محرمة وعلى النساء إنه ينضبتا وما جوز ده المرأة تقول لها الرجل ما تعرس لأنه الله قال له لو دائر وبتقدر تعدل أمشي أعرس لو ما دائر خلاص ده أمور عادية زي در تشرب موه وده الكباية الموه ده رشربه ولا ما ده رشربه بطريقتك ده أمر خاص بالرجل وما يحق لأبوك ولا لأمك ذاته يدخل في المسألة يقول لك كان عرست فوق بيتنا دي نحن ما راضين هنا عدم العفو وعدم الرضا ما بمشي زي ما قال الشيخ العثيمين رحمه الله وتعالى ما بمشي أصلا وأسوأ من ده كله أسوأ من ده كله إنه ده المنتشر الليلة في المجتمع وهذا متعلق بفساد العقيدة المرأة تخاف راجلة يزوج عليها مرأة تانية تمشي للفاكي الصوفي طبعا داك بليد قاعد جوا في الغرفة وعامل له سبحة ستين متر وبخور زي في واحد فاكي بيجاي الحمد لله حميدة ربنا أخده لكن في فاكي بدجال بيجاي نحن نتمنى يوم نلين فيه أشان نمع يطب الكتاب والسنة فاتح ليدو كان بيجاي قريب نحن لابد الله كل مرة بنعائل الله وزهرنه يمرق بره شان ننازله برضو إن شاء الله وشغلته تنتهي بإذن الله عز وجل فتمشي للفاكي زي دا أو زي غيره يكتب له حجاب أو يعمل له سحر أشان يربط راجلة أو يجنن راجلة يبقى مجنون ما يعرس أو تربط من العرس ومن الجماع ومن هذه الأشياء وده الحاصل الليلة والفكة يا ديل والسحرة ما تمشي بعيد أم ده الناس أبوك الشيخ ذاته انت قال الساحر منه ساحر وأبوك الشيخ ذاته شيخ الطريقة ده الساحر ذات اللي بيعمل العمال دي ما في واحد غيره اطلاغا ما في واحد غيره ديل ننبيهنا نسوان اللي بيعمشى اللي بيعمل لا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من سحر قال ده ما مننا ليس منا من سحر أو سحر له الساحر ذا قال ما مننا والبيعمش يسحر له وبرض ما مننا المره اللي بتمشي دي كم مره ولا راجل ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له ومن أتى كاهنا الكاهن ده يهو أبوك الشيخ ذاته شيخ الطريقة ده الكاهن ذاته باختصار شديد له ذاته ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم انتهى البيانة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا